برج الحمل. انت اه حاليا طاقطك غريبة شوية. انت اه خايف من حد. اوكي? او دي كده الاول? لا. دي. اه خايف من حد او خايف من ردة فعل حد. وطاقة الشريك محتار. ممكن تكون الشريك اه مهددك بالرحيل ومحتار ما بين يرحل ولا مرحلش. ممكن يكون الشريك عنده الطرف التالت ومحتار ما بينك ومن حد. ولذلك انت اه خايف جدا انه بجد يعمل اللي في دماغه ويرحل بعيد. اه باين جدا ان الشديك فعلا عنيد قوي. ومصدر لك وشي مش لطيف. دي بتاعنا نشوف كده مشاعره ايه? مشاعرك. انت اللي عندك الطرف التالت ولا ايه? شاكلك كده انت طرف التالت. ممكن يكون هو كمان عنده طرف تالت. هو كمان ممكن يكون عنده طرف تالت. طبعا دي انا عملت توضحات كده عشان الناس اللي بتزعل من التفنيط. يقول لك ايه? صوت التفنيط وحاجة جدا. دي نصيحة. طبعا بص يا برج الحمل. خلينا متفقين ان القراءة ممكن تكون عكسية. يعني انت ما كانك هنا. لا الشريك هو اللي هنا وانت اللي هنا. تمام كده? اوكي? عشان متفقين. لكن احنا عن القراءة على اللي انا عملتو. ان الشريك هنا وانت الهينا. طبعا بص يا برج الحمل. الشريك الان في وضع التركب بيرقبك. بيرقبك ولكن مختفي عنك. اه اختفى عنك ليه? لانه بيفكر جامد قوي وآه لما بيكون معاك ممكن يكون بتصعب عليه مسألة التفكير دي. يعني ممكن تكون بتزن عليه شوية بتقعد توجيه اللي تقول له اخلص بقى انا تعبت انت معلقني انت كزق والحاجات دي. تمام? فهو آآ يعني مجمد مشاعره عليك. لانه عنيت جدا. وآآ مختفي مختفي تماما. ممكن يكون عملك على الواتساب. ولكن رغم البلوك هو بيفكر لسه. ما نهاش. واعتف تكري انه نهى يعني. لا 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 لسه ما نهاش. هو بيفكر. السيناريو الاخر ان هذا الشريك عنده طرف اخر وبيفكر ما بينك وما بينه مش عارف يختار مين. يكمل معاك ولا يروح يبتدي بداية جديدة بعيدة عنك. طيب. هناك سيناريو اخر ايضا. حب انا اقول السيناريوات. انتو اللي اتنين. ركز معي بقى ابو سئدة كبرج الحمر. انتو اللي اتنين عندكو طرف تالت. سواء انت رجع لك طرف تالت من الماضي او هو اصلا عنده طرف جديد او قديم. تمام? تمام. لان انت عندك هنا التلات عصيان والتلات كبايات. فانا مش هعرف افسرها غير كده. هي قدامي كده. انت عندك طرف تالت. وزهقت من العلاقة دي وعايز تنهيها وتروح للطرف التالت ده. حلو? حلو. فهو اكتشف ان عندك طرف تالت قال طب يلا. كويس. او انك جيت في الوقت المناسب. انا كمان عندي طرف تالت. شخص عنيد على فكرة. هذا الشخص شخص عنيد. ويبين دايما للناس انا ما مية. وعندي بص بص يقول لك انا عندي كتير قوي. انت انت ولا ولا حاجة. يعني ايه كباية تنقص ما بينهم مش مشكلة. انا فخور باللي عندي. فهو عنده طرف اخر ايضا وعايز يبتدي معاه بداية جديدة. حلو? حلو جدا. وانت كمان عندك طرف. ممكن يكون الطرف ده مش علاقة. ممكن يكون حد عارض عليك عرض. واحد متقدم لك. ابن خلتك ابن عمتك زميل اخوكي مسلا اي حاجة من الحاجات دي. ممكن تكون قلتله مسلا وممكن تكون ما قلتلوش طيب. الشخص ده شايفك ازاي? بص بقى شايفك شايفك ازاي بقى بص بقى يعني هو يعني هلوة ذكي بهذا الزكاء الخارج مسلا هنقول مسلا على ايه? لانه شايفك التنبعز. شايفك ان انت ااااا انت اتغيرت مش اتغيرتي للاسوأ انت اتغيرتي للاحسن. فجأة بدون اي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هادية. طبعا ما بعيبش على الزنانين خالص اوكي عشان مصمحتي يجي يقولي يعني بتزن. من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا لخلق اي حاجة بترضى بيس. بنيدي مثال تاني. ما كنتيش محجبة اتحجبتي. تغيير عموما يعني. او كنت محجبة قلعت الحجاب. بدأت تهتم بنفسك او بدأت انت كمان تيتم بنفسك. بقيت تيتم بحالك. فهو استغرب ايه ده? ايه التغيير المفاجئ ده? وانا جاي همشي. تقومي متغيرة? بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مسيطر على الحياتك. وان انت مبسوط جدا. مفيش حاجة. هتمشي? همشي. هتبعد? هبعد. هتروح لطرف تالت? هروح لطرف تالت. مش لازم الطرف التالت يا جماعة يكون خيانة. ممكن يكون عرض اخر متقدم لي وانا مرتبطة. ولكن اذا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخصي مش كف. مش كويس. فانا عايز اسيبه. عشان العلاقة كان ببايزة. فانت اتغيرت يا برج الحمل. اتغيرت. وما بقتش بتاع زمان. ما بقتش الشخص اللي ممكن يكون آآ ممكن تكون مسلا كان كل ما هيجي يمشي تمسك فيه. مسلا. ما بقتش كده. بقت يتم بنفسك. وتسيب كل حاجة بقى وردهرك. حرفيا. وانك عايز تبتدي بداية جديدة. وباصص لقدام مش لورا. عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط. وانا هفضل كده لا. طب خلي بلاك بقى انا عندي طرف تاني. يالله يا عمس. مفاجأة مش كده. مفاجأة. طب هو شايفك كده. انت شايفه ازاي بقى بص بقى. فيه اختلافات ما بينكم على فكرة. فيه اختلافات قوية كمان. ممكن تكون في التفكير. انت شايفه ان هو شخص آآ مش عايز اقول خدعك. ولكن هذا الشخص رحل مرة وحدة. بدون ادنى مقدمات. فجأة 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 رحل من هذه العلاقة. شوف الجمال. شوف العلاقة. اربع عاصيان ورد. ومسكين ورود وبنحب بعض. قلبت. آآ قلب سوري. قلب الصبحة بسانية. في السانية قلب عليك. انت شايفه شخص ايه ده? ايه اللي ايه اللي خلاك تعمل ده كله? ما انتش فاهم. عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق. انت مش مصدق اللي بيحصل. ده حقيقة? ده حقيقة انت مشيت من العلاقة فاهم انت حقيقة? انت فعلا نهيت مرة واحدة الشخص ده قفل عليك ما نور. لو هو قفل عليك عملك وكده كل حاجة. فجأة مرة واحدة قفل عليك. ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت فيه حد مقدم لك عرض. وممكن تكون مسلا قلت له بالليل انا متقدم لي واحد امعملك بلوك. من غير ما يسمع. من غير ما يعرف التبرير. مشي. انه شخص عنيد. وما بيقبلش حد يهزمه اصلا. اصلا ما بيقبلش حد يهزمه. وما بيقبلش حد يقول له انا ماشي. هو اللي يمشي. آآ بس هو عنده شخص تاني. عنده شخص تاني على حكرة. فانت شايفه انه هو آآ اختفى مرة واحدة. وهد المعبد عالي فيه. موت المشاعر الحلوة. موت الاستقرار. آآ كل حاجة. كل حاجة. واقع الروسيان دي. خليها رملة. لا ومع ذلك هو ما شايف شايفك ان انت شخص اتغيرت. بس هو اعتقد يا برج الحمل لو في طرف تالت بقى السيناريو ده لو هينطبق عليكم. هو شاعر ان انت اتغيرت للطرف التالت ده مش ليه هو. خالص. مش ليه هو خالص. طيب. فيه اختلفات ما بينكم. مش عارفة علي اختلفات دينية ممكن. ممكن. تبقى اختلفات دينية. ولكن ممكن تبقى اختلفات عادي يعني. فكرية. ممكن تبقوا اتنين من شبهها بعض ولكن اختلفات فكرية. طيب ايه الشيء اللي هو عايز يعمله? بص بقى. بص بقى وركز معي. الشخص ده عايز يشتغل على علاقة. علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرفش. حتى الان. هو حتى الان محتاج. بس هو عايز يشتغل على علاقة. وعايز يبتدي علاقة اصلا. وعايز ينهي الصراع ده بقى. كفاية بقى كفاية. هو في صراع ما بينكم. تقريبا كل ما تيجي تتكلموا مع بعض بتتخنقوا. حاجة زي كده يعني. يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي. فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة. سواء معك بقى او مع حد اخر. ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة. حتى الان ولم ياخد ذلك القرار. بس بكل بساطة. لكن هو يقول لي منيته انه ينياز الصراع. سواء كان ببداية معك او بداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك. انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع. خدعك. مشي من العلاقة مرة واحدة. وانت انت بجد عايز تغير على فكرة برج الحمل مش زار. وان كنت ما تغيرتش ابدأ. انت انت شخص جميل قوي على فكرة وانت عندك 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 مشاعر التغيير. عايز تغير. عايز تغير حياتك. انت شاعر ان العلاقة دي. ايوة ايوة انت شاعر ان هذه العلاقة اه كانت علاقة مملة. او مش مملة. مش مملة بالمعنى الحرفي. ولكن كان بينقصها شيء. ايه هو بقى مش عارف تحط ايدك عليه. يعني هي فيها استقرار. فيه اتنين هم وقافين هم مبسوطين. بس في حاجة جوة العلاقة دي كانت نقص. ممكن تكون انت كنت مش 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 فاهمها مش فاهمة او انت او انت مش فاهمها. حاجة زي كده. ولكن انت الان في توبك الجديد. عايز تتغير. وده فعلا نبص مع المشن ده الساحر. يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي هشوفك يقولك انت تغيرت. انت عايز تستقر يا برج الحمال. عايز تستقر. انت عايز ممكن نقول ايه? انت عايز تتجاوز وتبتلي بداية جديدة بقى. كفاية بقى. فيه ازمة. فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وتفتاح بقى. تفتاح. وتقعد مالك كده زمانك. تخلص من الخناءة الفاضية دي. تشاغل انه هو كل ما تروح تكلمه يروح داحك كده ومش رادد عليك. طب ليه عام بتاني معايا كده اول مش طيق. مش عايز اشوفك تاني. مثلا. وعلى الفكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية. ممكن تكون علاقة سلسية. هو عنده طرف. لكن انت مش مش عارفة عندك طرف ولا نشوف النصيحة في الاخرى نشوف الكلام دا. لكن انت عايز تغير حياتك. انت عايز تستقر. انت عايزة تبقي ام. عايزة تتجوزي. انا بالزبط انت عايزة تتجوزي انا مش بغزر. والشخص ده ممكن يكون كل ما. الشخص ده ما كانش واضح. بالزبط. الشخص ده ما كانش واضح معك. كان فيه غموض من ناحية مشاعره. ما كنتش فاهمه. هو عايز جواز ولا عايز لعب عياله ولا انت عايز ايه بالزبط. مش مش راضي يوضح. لانه فيه طرف تاني في العادية العالهقة. فيه طرف السوري التالت. عشان كده ما كانش واضح. ما انت مش فاهمه هو بيعمل كده ليه? واعدين من كل جوازه يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم فيه ايه? ايه يا عم؟ عمال تخرج وتيجي تخرج وديجي. انت انا عشان كده وحاس ان انت اتغيرت. اتغيرته ومستعد انك تبني حياتك من غيره خالص. انت ممكن تلغيه. تمسحه باستيكة. انت جاي لك عرض على فكرة. صح كده. انت جاي لك عرض خطوبة. ده اللي هنشوفه تاني. انت جاي لك عرض خطوبة. عرض زواك صريح. فيه شخص جاي يقول لك تعالى. تعالى بقى انا انا متقدم لك وشخص شخص حلو قوي. انت عايز تستقر. عايز تستقر وتتقدم الامام وتترك تلك العلاقة. تترك تلك العلاقة. لكن هو هو عايز ياخد قرار. شخص ده متردد. وعنيد. وما بيرساش على بر. ويتعب. هو تخصص تقربا كده بيتعب اللي حواليه وخلاص. بس. يغش في العلاقة يتعب اللي حواليه ويمشي. يديك شوق مشاعر. يحسسك بان انت ملكة الكون في ايدك. وبعد كده يجري. يعلم عايز ايه? انا معرفش انا عايز ايه. انا معرفش انا عايز ايه. انت ممكن تكون بتتعامل مع اه برج اه يا ربي. برج الحوت. الكوس اه برضو. انت اوكي? وبرج هوائي. وبرج مائي. وبرج الدلو. وبرج اه برضو ايه? هنشوف تاني. والسرطان. السرطان والطور. السرطان والطور. طيب. هذا الشخص بقى وده الغريب بقى. ده الغريب اللي انا عارفة ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتستقل. الشخص ده ممكن يكون بيين لك. بيين لك انه هو مهمل وانه مش بتاع جواز مثلا وانه شخص متردد وكان فيه طرف تالت وكلام ده. ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله آآ علاقة زا ستار. وآآ علاقة جميلة جدا. وتحقيق امنيات. هي كانت امنية. امنية في ايه بقى? هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة. والله مش 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 هزار يعني. انت ممكن تكون مش شايف ده. وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحمل. عشان كده مش رادي يرسك على بار. انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع. ولا 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 هنرجع. فهم مش عارف محتار لان هو شايفك الاس اوف كابس والاس الفانتكالز. انت حقيقة في حياته. انت حب. وشايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حكا حلوة هتبقى علاقة مصمرة. شايف كده. شايف. هي كانت امنية بالنسباله. هدي العلاقة. اوكي هو شايف كده دي وجهة نظره. انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات. بالزبت زي ما انا قلت لك. في حاجات فيها ندم. فيها ندم. في شخص بيدي ويجري. شخص بيندم اللي معاه على انه داخل معه علاقة اصلا. يا هو ده المعنى الدقيقي يعني. وشايف ايه كمان? بالزبت. انت شايف ان هو كان معلقك. وكان ما كنتش فهمه. ايوه هو شخص مش مفهوم. غامض. شخص غامض. شخص غامض مش مفهوم. شخص اه متحكم قوي مسيطر. ويحب يسيطر على اللي معاه قوي. ويمشي على كيفه. وانا غامض وهفضل غامض. انت متتحكميش فيها. لو راجل انت متتحكميش فيها. ولو اسد ما لكش دعوة بي. انا اقرر وقت ما اقرر. وكان معلقك معاه وهو ما بارد. شخص بارد. ما بيحسش. اوكي? انت عايز تمشي بقى. عايز تبص الحاجة تانية. انت بصص الحاجة تانية. مش بقولك انت في حد ما قدمناك عرض. انت بصص لشيء تاخي. عايز تمشي وترحل من هذه العلاقة. ممكن يكون لان هو شايفة كده فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معك. بعد كل الليلة دي كلها كده عايز بداية جديدة. ولكن لم يقرر بعد. ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص. طيب النصيحة ايه بقى? طيب بص يا برج الحمل. والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به. العلاقة دي علاقة سلسية. اوكي? اه طرف ده عنده طرف تاني. عنده طرف تاني. ماشي? اه وانت عندك عرض. في حد مقدم لك عرض. اوكي? النصاحة بتقول لك امشي بقى من وجع القلب ده. انت موجوع على فكرة. موجوع مش ظهر. فامشي بقى من وجع القلب ده. واخد قرار حازم بالرحيل. لا. خد قرار حازم. انت مش هارف. انت كمان محتور. خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى. بالزبط كده. لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل روح له لان ده العرض الصح. ده قدرك. ربنا بعيت لك عرض لطيف. لو متقدم لك شخص تاني. خطوبة. آآ علاقة تانية. علاقة جدة. علاقة جدة مش ظهر على فكرة دي. لو لو شخص متقدم لك. فدكرتك اصلا دكرتك. دكرتك. ارجع بقى لاصلك ولذاتك. وقفل على الموضوع ده تماما. خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده. ده وجع قلب. الشخص ده هيفضل يروح ويجي. يروح ويجي ومش هيستقر لانه شخص متردد. وعنده طرف تاني مش عارف يعمل ايه. فانت تقول له بص انا هريحك. انا ماشي. اعمل تعمله بقى. انا رايح لعرض تاني. انا رايح لحد تاني. في حد تاني احسن. في حد تاني احسن. لاكتر ولا لا. الموضوع صعب. الموضوع صعب. طبعا الموضوع صعب. طب نشوف لك كده لو في عرض تاني. العرض ده ايه? عشان برضو نبقى متكدين. هلأ هناك عرض اخر. عايزة تنزلي? اه اه اه. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا سيدي على الاستقرار توقع من روح يا سيدي. يا سيدي يا سيدي. يلا يا عم. بست. خطوبة. انت عايز تتجاوز. مش بقول لك انت عايزة تتجاوز. او انت عايزة تتجاوز. اصلا مش لازم تكون دي ست يعلى وراجل بيتفرج. انت عايزة تستقر. لان هنا برضو عندي الراجل اهو. بص. ده جزد دي. ده جزد دي اصلا. فلو انت راجل يلا يا عم. خش على دي على طول. خش عليها وقول لها مساء الخير. مساء الخير. فضل الكوباية. يلا انطلق يا برج الحمل. انطلق هذه العلاقة فيها وجه قلب. الشخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجاته وكانت نجمة وا 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 وا. ولكن هو مش هيتغير. هيفضل الشخص الحيران. هيروح ويجي. يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر. طب وعلى ايه؟ انا ماشي. انا ماشي. همشي لعلاقة تانية. انا عايزة استقر. عايزة تجاوز. عايزة راحة. مش عايزة وجع قلب. عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل. مش عايزين ده. ده وجع قلب. ارحل من وجع القلب. انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برج الحمل. هعتبره مقلوب. هعتبرك. هتوعد عليك بعد الفيديو ده. انك تقلب الكارت ده. وطرحل من هذا الشخص. طرحل منه تماما. اوكي? خلينا متفقين على كده. خلينا متفقين على انك راحل من هذا الشخص. في تو امروح جاي لك. في تو امروح جاي لك. في شخص تاني هيجي لك. لكن هذه العلاقة علاقة سلسية. وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطب. او دخل في علاقة تانية. احتمال وارد. احتمال وارد يعني. مرسي جدا يا برج الحمل. اتمنى ما تكونش ازعجتكم. واتمنى ما يكونش. يعني انا عايزاكو يبقى مشاعركو. يعني ده كارتك. راح فين كارتك? انا عايزك تبقى شبه الراجل ده. ده كارتك اصلا. انت لو جالك حد من برج الحمل شبهك خده عشان ده توقع امروحك. خد الكارات بقى ورحل من هذه العلاقة. يا رب تكون الكراءة عجبتكم. الكراءة للمرة الست ومائة. ممكن تكون عكسية. شكرا لكم يا رب ومسيدي.